طيب خلانيا نبدأ الحقيقة مع موقف سانداونز وانا يمكن في نهاية حلقة امبارح كنت بتكلم مع حضراتكم على انه صدر بين رسمي من سانداونز انه بيجري تحقيقات فيما يتعلق بواقع طبعا تأخر وصول اوتوبيس النادي الاهلي لملعب المباراة والاهلي كانت تقدم بشكوى رسمية النهاردة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي تلقى بالفعل خطاب من توبي موتسيبي رئيس نادي سانداونز بيتكلم فيه او بيوضح فيه حقيقة ما تعرضت لي حفلة النادي الاهلي وهي في طريقها لملعب المباراة وقال في الخطاب انه تأخر وصول حفلة فريق النادي الاهلي كان بسبب زحام مروري على الطريق المؤدي لملعب المباراة اللي هو الاف ام بي وده اللي خلى يمكن جماهير سانداونز تختلط بحفلة فريق النادي الاهلي وده اللي قدى لتأخر وصول الحفلة وانه في نفس الخطاب اكد انه سانداونز بيلتزم دائما بمعاملة النادي الاهلي بكل الاحترام والمواد التي يستحقها بل كمان ويحرص باستمرار على الحفاظ على العلاقة التاريخية اللي بتربطه بالنادي الاهلي وبيعمل على تطويرها في الفترة المقبلة بالشكل اللي يخدم مصلحة الناديين والكرة الافريقية واضاف انه بيتمنى كل الخير للنادي الاهلي والرئيسه وكل المنتمين لي يعني طبعا انا يمكن من خلال طبعا في حاجات كتيرة جدا تاريخية بتأكد على دي ثقافة واعتقد انه جنوب افريقيا ما حصلش منها باي شكل من الاشكال في اي مواجهة جامعة النادي الاهلي يبقى ابطالها الاهلي لعب مع اولاندو بايرتز لعب مع سانداونز في مناسبات كتيرة جدا لعب مع كازا تشيفز والحقيقة في كل المواجهات دي تشعر انه فيه علاقات ود ومع سانداونز تحديدا ورغم المنافسة الكبيرة اللي بتجمع بين الناديين في كل البطولات الافريقية او في كل النسخ اللي سبق وتقابلوا فيها وهي نسخ كتيرة جدا بالمناسبة يعني يعتبر يمكن سانداونز تقريبا هو اكتر نادي جنوب افريقي يواجه النادي الاهلي في بطولات افريقيا لكن رغم كدائما بتشعر بانه رغم المنافسة الشرسة انه العلاقات طيبة جدا بين الناديين وجود بيتسو موسيمانيا على رأس الجهاز الفني للنادي الأهلي ومش جنوب أفريقيا قلت إن في دول من الواردين السيناريو ده يبقى متعمد فيها وفي دول بتتعمد يمكن إنه مع استضافتها الفرق معينة إنها ما تراحهمش إنها تتعبهم إنها تضيقهم ممكن على مستوى الجمهور بيحصل ده الجمهور بشكل غير مباشر أو حتى في بعض الإدارات الأندية ممكن تلجأ للأسلوب ده وهي بتواجه فرق كبيرة جدا مش بس الأهلي لكن دي مش ثقافة جنوب أفريقيا وانا استبعت السيناريو ده وده اللي أكده طبعا التواصل الرسمي بين رئيس نادي سانداونز وبين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من خلال الخطاب اللي أنا عرضته على حضراتكم